قول Earlier with My battles year old لعبه من Aubrey قال لك. موافق لي مش موافق. قال له وقل ذلك وأنا قطتي وفق الجدول Reese & M까지 لان عوف انها لعبة امتى . لكن انت اما تجي للمدير الفن جاي امتى سوف أبدأ الدور امتى . و vraiment شادي نصر في نصف مرتاح خاصة مع انت يعني انه بيحطوا جدول ب Gulدいい سأبدأ الدور امتى فأعمل عملك محضر جاي امتى . كلها تت 2009 ب Louise بيشتغل اليوم بيوم . جروس طلع قالها قبل كده وفيرا قالها فريرا طلع قبل كده قال لك أنا مش عارف المطشي اللي بعديه إمتى فأنا هحضر الزل المطشيات طب ليه النادي الآلي دايما بينجح دايما ونالذي زمالك ما بينجحش مثلا في الحتة دي كده في إيه؟ ففكرة أن أنا دلوقتي كنادي بشتيكي من عدم انتظام الدوري وانتظام البطولة وفكرة أن أنا اللعبتي مثلا معدل البدني ومعدل التمرين ما بيبقاش زي ما أنا كنت حطه في الأول وبالتالي بيحصل مثلا سقطة مثلا في مطش في مطشيات الجانب الآخر برضو ما بيحصل نفس المضوع ولكن الأمور بيكسب بطولة مثلا ماشي بس زمالك ماشيش السنال دي كويس لا السنال دي نزمالك لعب زمالك لعب المطشيات الليها كلها الليها كانت لعبها في كل تهاتيام مطش والمطشي الوحيد اللي وقع فيه كان الجونة اللي كان فيه تساعة لعبها مش موجودين أو تمال لعب مش موجودين وكان مطشي لزروفه في الآخر انت خدت أقصى عدد من النقط في المطشيات دي انت الضغط الوقت محطوها على النادي الأهلي اللي انت مش عاوز النادي الأهلي هيلعب هو أكتر في المطشيات هيلعب أكتر وعنده مطشيات كمان تقيلة والزمالك يعني ساحب ساحب النقط خلاص ومشي بيها فانت في الآخر الزمالك الأهلي لو كسب كل المطشيات المؤجلة طب كبتم حمد صراحة مثلا دلوقتي كان عنده وجهة نظر ونجم من جونة زمالك أنا عايز الزمالك يلعب ما يبصش الموجلات النادي الأهلي انه يلعبها ويبقى متساوي معها في عدد اللقاءات ملوش داعوا كبتا حمد صراحة ولك ما هو أنا كنت معا كده لما لعب الفترة الأخيرة ليه؟ لو انت ماشي ومتسحب وبتاخد نقط أما الأهلي يجي يرجع يلعب هيبقى عليه عليه لوت كبير اللي هو مش عاوز يختصلك نقطة مش عاوز يخصلك نقطة هو خسر من برامز نقطتين ومستنقى لو انت اتعاد المطش كمان يبقى حتى لو كسر المطشط كلها يبقى زي الزمالك بالضبط في النقط فأنت في الآخر اللود على الأهلي بس ده مش معنى ان الزمالك يرجع الدوري ويلعب المطشط تاعد الدوري ان هو يخسر نقط لانه هو خسر نقط هيبقى الأهلي بدأ الضغط يبقى على الزمالك انت طول ما الزمالك ماشي وبيكسب الضغط دايما اللي بتحط على الأهلي لانه هو اللي سابق وانت انا مش شفتاش في حياتي قبل كده ان في فرقة سبقى بكمية مطشط دي كلها هو الصراحة الواحد فوجئ مرة واحدة من سبعة او تمام وشط ايوة انا مش شفتاش في حياتي قبل كده ان دوري بتلعب لقدام وهو تخلي بالك بسبب هي فكرة عدم الانتظام بسبب ما حدث السنة اللي فاتت في البطول هي سنوات افورة بعدها وخليك هتفضل السنة الجاية كده برضه انت مانا لا والله انت هتخلص لو هو على الكلام فغوصص اخر غوصص وانت او 26 و 28 هتبلع امتى في منتخب في منتخب بعدها عقود اخر عشر هتخلص امتى عندك بطور افريقيا في شهر واحد تقريبا وعندك بقى برضه افريقيا الدوري والكونفادرالية وكلام ده كله هتفضل تأجل تاني ينط معك تصفية كسر عالم مطاق كثير يعني وعندك بطور افريقيا الاندية وعندك كنفادرالية هتبع تأجل كله ينطلك برضه القدام في الاخر فهي هي نفس الكنسبت يعني ابدأ موسم قولي يا جماعة أنا مش هاجل لحد إلا للحاجة الأمنية طب هو أكتر المطشطة اللي تأجيرك كانت أمنية كابتنا فيه جزء منها أنا بتكلم على البطولات اللي بتتلعبها ما أنا بتكلم بالنسبة للأندية لا هو الأخير الحاجة اللي سمعتها وحيدة للأخير بتعليقاز المحل أو الزمالك بس فقط لغير لكن أنا بتكلم المطشطة اللي هي الوقت الزمالك المفهوض هيشارك في أفريقيا والقال هيشارك في أفريقيا واعتقد بيرامد زي سيشارك في أفريقيا يعني لما يكسب ويطلع لفوق ويبقى هو يعتبر الثالث يعني يخش على الثالث فالثالثة دول يا جماعة أنا مش هاجل لحد أفريقيا أي إن كان السبب أي إن كان السبب حطلك أنت عندك الجدد وبتاعة أفريقيا ما تشاط مثلا أفريقيا أيوم كذا هتخلص مثلا اللعبة السبت هترجع للحد إلعب الأربعة على كل على الجميع صدقني والله العظيم لو المبدأ مش عالجميع ما حادش هتكلم ليه لأنك في مساواة أنا الآن لي بيلعب رئيس تجنة المسابقات ده بيتعب أول ليه بيتعب ما هو أنت بتعمل ليه للتسكين تسكين تسكين أه أنت عندك جداول وعندك ماتشات وعندك تواريخ بتسكن نازم نستخدم للزكاة الاصطناعية طب والله العظيم أقول لك الحاجة لا أساكسو قال أنا أساكسو قال مش عفيني نحط الجداول مش عفيني نحط الجداول يا عم ما تجيب حدنا من بره مش عيب ده كله ومطحنا اللي موجودة في إنجلترا دي هاتهم واتعلم ايه المشكلة محطتها الجدول السنة كاملة وولي يا جماعة هو ده الجدول الموجود وهنمشي عليه السنة دي عصلاً انت للم تعمل سنة استثنائية ولازم الأنديية تتعلم ما هو بقولك اهو انت تتكلم عن الأنديية يا جماعة أنا على كل راح أفريقيا راح مش عارف فين الحاجة الوحيلة ممكن تأجيله فيها كسا عن الأنديية عشان دي بتاعة فترات يعني بتاعة فترة موود برا لكن المتشاكل اللي انت بتلعب وترجع وتلعب 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 صحيح انت بتسافي بالطيران خاصة والأهل أو الزمال بالضغط انت معانش عندك المشاكل بتاعة الوقت اللي انت بترجع بعدها بتلات أيام وبعدها بيومين وبتروح قبلها بيومين وهكذا صحيح طيب خلني هطل على فاصل